في الوقت الذي تروج فيه روسيا لخطة مكافحة الإرهاب في سوريا كسبيل لإنهاء النزاع السوري وتدعو المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة للتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف خرج الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات صحفية داعما للمسعى الروسي ومستبعدا التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في بلاده قبل النجاح في دحر الإرهاب الأسد لم ينسى أن يثني على حليفه الآخر معتبرا أن إيران عنصر مهم في قتال سوريا للإرهاب لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس منسق مجموعة الإنقاذ الوطني فهد المصري معنا أيضا من بيروت الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر أذكركم مشاهدين أنا بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ فيصل سبدا معك أولا المساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني مشاهدة أولى لما قاله الرئيس الأسد في لقاءه الأخير مع الإعلام الروسي وكان واضحا على الأقل من وجهة نظر البعض أنه كان يتحدث بنبرة أكثر ثقة مقارنة مع خطابه الأخير على سبيل المثال الذي تحدث فيه عن التراجعات الميدانية عن وضع القوات المسلحة هل لهذه النبرة علاقة بموقف روسيا الأخير البعض يقول أن النظام في دمشق اليوم يشعر بثقة أكبر بعد هذا الموقف الروسي الأخير فيما يتعلق بزيادة الإمداد والدعم والإسناد العسكري له ما رأيك؟ مساء الخير أستاذ مهند ومساء الخير لضيفك ومساء الخير لكل المشاهدين بطبيعة الحال عندما نتحدث عن ثقة الرئيس الأسد لا يمكن أن نستقطع الثقة بين خطاب وخطاب هو منذ أربع سنوات ونصف والحرب الدائرة على سوريا لم يتغير موقفه الثابت على المستوى السياسي ولم يتغير موقفه الثابت حول الرؤية التي يمتلكها في مقاربته لما يحدث في سوريا طبعا هذه المرة ربما يكون الموقف أكثر حزما وأكثر صرامة ربما من جهة بسبب المواقف التي أطلقت من قبل الرئيس الروسي ومن قبل المسؤولين الروس وهذا بطبيعة الحال له دلالات لكن عندما نقارن بين الخطاب السابق وهذا الخطاب عندما نحاول أن نجري مقارنة بين الحديث عن التراجعات الميدانية أو لاعتراف ببعض الخسائر العسكرية هنا وهناك وبين الحديث على المستوى السياسي في مقاربة الحل الكامل للأزمة السورية الأمر مختلف تماما يعني لا يمكن أبدا أن يكون هناك وجه تشابف فيما بين الحالتين الرئيس السوري الآن يتحدث بعدما علت الصيحات وعلت التصريحات منذ أكثر يعني في أكثر من عاصبة في العالم حول ضرورة أن يكون هناك محاربة للإرهاب على مستوى واسع وكان هناك مبادرة روسية واضحة في أن التحالف التي أنشأته أو التي أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية لم يفضي إلى شيء بالعكس هذا التحالف ربما كان مطية إضافية لكي يتمدد داعش أكثر فأكثر في كثير من المناطق ومنها سوريا والعراق إذن الروس كشفوا الدور الأمريكي إلى حد ما لأنه دور غير صادق وغير جدي ولهذا نرى السجال القائم الآن بين الروس والأمريكيين على خلفية الدعم الروسي الواضح للدولة السورية في موضوع الأسلحة والتسريبات الصهيونية التي تحدثت عن وجود عسكري روسي هذا الأمر نفاه السفير السوري في موسكو ونفته أكثر من جهة على المستوى الرسمي السوري محاولة إدخال العنصر الروسي لا بس النفي الرسمي لا يعني شيء أستاذ فيصل كما تعلم جيدا النفي الرسمي لوجود هذه العناصر النفي الرسمي لوجود كوادر روسية على الأرض في سوريا لا يعني شيء كما تعلم جيدا هناك تقارير كثيرة تشير إلى وجود مئات ربما آلاف المستشارين الآن بدأوا ببناء منازل ثابتة لهم هناك مهام ومشاريع يقومون بتنفيذها ومسألة وجود هؤلاء ليست سرا بغض النظر عما إذا كان هناك نفي رسمي أم لا في هذه الحالة صحيح أستاذ مهند العنصر الميداني القتالي شيء والعنصر الاستشاري شيء آخر إيران لها مستشارين في سوريا وروسيا لها مستشارين ولها وجود بحري منذ الخمسينيات في سوريا وهذا الوجود ربما يتكاثر بسبب الظروف الحالية أو يزيد عديده بسبب الظروف الحالية لكن هذا لا يعني أن روسيا غيرت من استراتيجيتها التي تقوم على بنية واضحة في أن روسيا لا تتدخل ميدانيا في أي مكان في العالم وأن مصير سوريا يقرره الشعب السوري وأنها لا تتدخل في تغيير الأنظمة هنا أو هناك بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي لا زالت تراهن على أشياء ما في هذا السياق ولهذا نرى استجال القائم الآن بين روسيا والبلاد المتحدة الأمريكية على خلفية هذا الأمر طيب سأنتقل إلى ضيفنا من باريس الأستاذ فهد المصري منوسق مجموعة الإنقاذ الوطني مساء الخير أستاذ فهد مرحبا بك معنا أيضا نتحدث عن خطاب أو مقابلة الرئيس بشار الأسد الأخيرة مع الإعلام الروسي وعن المواقف التي أطلقها في هذه التصريحات البعض يقول أن ربما الموقف القوي نسبيا هذه المرة في هذه المقابلة جاء نتيجة العوامل التي أشار عليها الأستاذ فيصل قبل قليل دعم الروس من جهة ميدانيا بشكل لافت وتراخي الموقف الأمريكي من جهة أخرى وعدم فاعلية التحالف الذي واجه التنظيمات المتشددة بعد مرور عام أو أكثر بقليل على بدء هذه العمليات كيف تقرأ أنت ما سمعته من خطاب الرئيس الأسد الأخير أو المقابلة الأقصى مساء الخير أولا مساء نور بشار الأسد لم يأتي بجديد إنما نفس الخطاب الذي يكرره منذ بداية الثورة في سوريا لو كان بشار الأسد ونظام حكمه يريدون الحل السياسي لكان هناك حل سياسي منذ بداية الأزمة في سوريا لكن حماد هذا النظام الإقليميين والدوليين الذين منحوه الضوء الأخضر لتدمير الجيش النظامي وتدمير بناء الدولة السورية وتشريد الشعب السوري وتدمير المدن والبلدات السورية هم من أعطوها الضوء الأخضر للقيام بكل ذلك لذلك هو أصر على الاستمرار في التعليمات الممنوحة له للقيام بكل ما قام به من مجازر وتدمير لسوريا والشعب السوري هناك الآن أكثر من نصف الشعب السوري مدمر مشرد وسوريا أكثر من نصفها مدمر وأكثر من ثمانين بالمئة من البنى التحتية لسوريا والدولة السورية مدمر بشار الأسد سعى منذ بداية الثورة والتي حولها إلى أزمة في سوريا سعى إلى عسكرة الثورة ومن ثم أسلمتها وكذلك استدراج داعش من العراق وإخراج تفريخات أخوات داعش من سجن صيدنايا وضع سيناريو دولة صيدنايا الإسلامية حيث التنفيذ وبالتالي خرجت تفريخات للعديد من التنظيمات التي تدعي أنها إسلامية من سجن صيدنايا وهي تعمل تحت رعاية النظام وأجهزته الآن يمكننا أن نقارن ما يحدث في سوريا جرعة التفاؤل التي يتحدث بها بشار الأسد تذكرنا تماما بما حدث في أفغانستان عندما دخلت القوات الروسية إلى أفغانستان وكان الرئيس الأفغاني حينها فقد المساحة العظمى من البلاد وبقى لديه 20% من مساحة أفغانستان تماما كما الحالة السورية لكن بعد أن دخلت القوات الروسية السوفيتية قامت حينها بإعدام الرئيس الأفغاني حفيظ الله أمين واستدلته ببابراك كارميل الآن ربما سنشهد نفس السيناريو لكننا نفكر من هو بابراك كارميل الذي تبحث عنه روسيا حاليا أنا أستطيع أن أؤكد لك بأن دخول روسيا الآن على الخط لن يكون على خط المواجهة المباشرة هي تقدم الدعم العسكري قدمت أسلحة متطورة بالتأكيد للنظام السوري مؤخرا قدمت مستشارين استخدمت عدد من القوات للأراضي السورية عدد محدود من قواتها إلى سوريا هناك ثلاث قطع بحرية عسكرية روسية ضخمة قدمت عبر البوسفور إلى قبالة الشواطئ السورية روسيا لن تدخل بالتأكيد في مواجهة مباشرة هي تريد الحفاظ على مصالحها الحيوية والاستراتيجية والتي تتقاطع في قسم كبير منها ما الذي يضمن هذا الأمر أستاذ فهد؟ البعض يقول أن روسيا تدخلت بهذا الشكل التدخل الأخير نحن نتحدث عن مستوى جديد من الدعم الدعم موجود منذ فترة طويلة ولكن هذا الدعم الجديد هذا المستوى الجديد من الدعم البعض يقول أنه نتيجة لإحساس موسكو بأن هناك خطر فعلي وشيك على بقاء النظام ما الذي يضمن أن لا تتدخل روسيا بشكل مباشر قتاليا عسكريا في الميدان إذا تطلب الأمر ذلك؟ هذا صحيح هذا صحيح روسيا تستشعر الخطر الكبير على ما تبقى من حكم ونظام بشار الأسد أمام الهزيمة الكبرى العسكرية والبشرية في حرب الاستنزاف المندلعة في سوريا منذ أربع سنوات ونصف وحتى الآن وذلك أمام الخسائر البشرية والعسكرية الكبيرة التي تكبدتها إيران وأدواتها وعلى رأسها حالش بدخولها لسوريا يعني علينا أن ننظر إلى موازين القوى في الزبداني أكثر من 150 قتيلا لحزب الله ومئات الجرحة فإذا الأسد في مأزق وإيران في مأزق وبالتالي هذا استدعى التدخل الروسي المباشر على خطأ الأزمة إضافة إلى أن روسيا أرادت من خلال هذا التدخل المباشر أن تضع خطوطا حمراء أمام الحكومات العربية والحكومات الغربية لتقول بأن سوريا هي نطاق حيوي للمصالح الاستراتيجية والحيوية الروسية وبالتالي هي تريد الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية والحيوية وليس دعما لبشار الأسد أو نظام حكمه وليس أيضا دعما لما تبقى من حكم بشار أو حتى دعما لإيران هي تريد الحفاظ فقط على مصالحها الحيوية والاستراتيجية حتى ولو كان ذلك على حساب دماء جميع أبناء الشعب السور أستاذ فيصل ما رأيك؟ الأستاذ فهد يقول أن إيران في مأزق والأسد في مأزق وموسكو استشعرت هذا الأمر وبالتالي رأت من الضروري تقديم هذه الوجبة المكثفة من الدعم في هذه المرحلة بالنظر إلى خطورة الوضع ميدانيا اليوم يعني إذا كان الأستاذ يرى أن إيران في مأزق وسوريا في مأزق وروسيا تحاول أن تنقذ سوريا وتنقذ إيران أعتقد أن هذه الرؤية المنطقصة والرؤية التي فيها الكثير من المغلاطات تحتاج إلى كثير من المناقشة أولا أن نستعرض المواقف الروسية على طوال الأزمة السورية وعلى طوال الحرب التي فردت على سوريا هل كان هناك من تراجع لكل المواقف الروسية هل كان هناك من سياسة تراجعية أم كانت سياسة تخطو إلى الأمام أكثر فأكثر لنأخذ التصريحات الأخيرة التي قال فيها الروس بشكل واضح أن أمن دمشق من أمن موسكو ونحن ندافع عن أمن موسكو في شوارع دمشق لا أعتقد أن مثل هذه التصريحات تبنى على مصالح حيوية وكأن روسيا فقط لديها مصالح في سوريا وليس للآخرين مصالح أما إذا استعرضنا المواقف الأخرى لكل الدول التي طلعت بدور كبير فيما يجري في سوريا على كل المستويات تركية مثلا على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية السعودية كل هذه الدول أين هي من كل الشعارات التي رفعت والتي كانت تتحدث عن شهور وعن أسابيع ويسقط النظام ويسقط الرئيس الأسد ومنطقة عازلة ومنطقة آمنة وإلى آخره ثم يقولون أن هناك ثورة سورية عارمة تبين أن هذه الثورة السورية لم تكن سوى مرتزقة يأتون من كل حد من مصوب وهم يفعلون في سوريا ما يفعلونه المراقب أستاذ مهند وهنا أتحدث بموضوعية بغض النظر عن موقف الشخصي وحب الشخصي للرئيس الأسد ولإيران أو لحزب الله لكن أتحدث هنا بمنطق المراقب من الذي تراجع؟ هل حزب الله تراجع؟ هل إيران تراجعت؟ هل روسية تراجعت؟ هؤلاء لم يتراجعوا أبدا قالوا منذ اللحظة الأولى نحن مع سوريا نحن مع دعم الدولة السورية نحن مع الرئيس الأسد نحن مع الشرعية نحن مع ما يقرره الشعب كيف تغير موقف حزب الله تحديدا هذا الموقف ليس من اللحظة الأولى الآن الأمور أصبحت أكثر وضوحا أكثر صراحة حتى الرئيس الأسد في مقابلة الأخيرة كان أكثر صراحة في الحديث عن الدعم الخارج دعم إيران تحديدا له ودعم روسيا وغيره يقول إيران تقف مع سوريا ومع الشعب السوري ومع الدولة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا هي ترسل لنا عتادا عسكريا وهناك تبادل للخبراء العسكريين بين سوريا وإيران وأن إيران أمدتنا بتكنولوجيا عسكرية كانت مهمة في مكافحة الإرهاب النظام لم يكن يتحدث بهذا الشكل الصريح والواضح والشفاف عن دور مباشر سواء لإيران أو لحزب الله أو لغيره لا الرئيس الأسد قال همرارا قال أن حزب الله يقاتل معنا وأن الدم اللبناني امتزج مع الدم السوري في أكثر من خطاب والسيد حسن نصر الله في أكثر من خطاب كان واضحا لكن عندما تقول لي أستاذ مهند أنه لم يكن الموقف منذ اللحظة الأولى يعني عندما تريد أن تحدد اللحظة الأولى أول أسبوعين هذه ليست لحظة أولى هذه لم يكن لم يكن معروفا ما الذي يحدث في سوريا لكن أتحدث عن الموقف السياسي عندما تبنت دول بعينها ما يحدث في سوريا خرج حزب الله ليعلم موقفه بصراحة وخرجت إيران لتعلم موقفها بصراحة وخرجت روسيا والصين التي حمتا سوريا في قرارات في الأمم المتحدة ورفعتا الفيتو ولا ننسى إذا عدت للأرشيف أستاذ مهند أن علم روسيا وعلم الصين وعلم حزب الله أحرقوا سلاستهم في درعة يعني في أوائل الأزمة السورية إذن لم يكن هناك موقفا واضحا من هذه الجهات السلاس لماذا أحرقت الأعلام في الأسبوع الثالث من المظاهرات التي جرت في درعة في أوائل العام 2011 إذن أنا أتحدث عن رؤية واضحة وعن مواقف ثابتة وعن تاريخ واستحقات لا يمكن لأحد أن يلغيها ثانيا لأعود إلى لب الموضوع عندما أقول أن هناك تراجعا وأن هذه الدول كما تفضلت ربما بالسؤال أو ربما ما ذهب إليه الأستاذ فات في توصيفه أعتقد أن المراقب لكل التصريحات الأمريكية أنها كلها تصريحات تراجعية وتصريحات تنم عن عدم صدق في كل ما حملته من شعارات تجاه سوريا سواء في دعمها لما تسميها المعارضات المعتدلة سواء في دعمها لما كان يسمى بالجيش الحر سواء في دعمها للكثير من المواقف السياسية والمواقف التي أعلنتها جامعة الدول العربية أو لتواطؤها مع تركيا وقطر والسعودية في كثير من المجليات الأزمة السورية لكن أمريكا الآن جعلت هؤلاء جميعا نعم جعلت هؤلاء جميعا الآن يدفعون الثمن لا فقط فقط الملاحظة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول أن تنسل وكل يوم تخرج لنا بتصريح مختلف عن التصريح الآخر وهذا اندل على شيء فإنه يدل على غدر الولايات المتحدة الأمريكية حتى بأشد حلفائها التصاقا بها طيب ما رأيك أستاذ فهد في هذه النقطة تحديدا موقف الولايات المتحدة من الواضح أن هناك يعني ارتباك حتى لا نقول خذلان أو غدر كما وصفه الأستاذ فيصل هناك ارتباك في التعامل مع هذا الملف اليوم أعطيك مثال اليوم كان تصريح لافت لقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن يقول هناك أربعة أو خمس معارضين سوريين فقط دربتهم الولايات المتحدة وجهزتهم يقاتلون على الأرض في مواجهة تنظيم داعش أربعة أو خمس أشخاص لا نتحدث عن أربع فرق أو خمس فرق أربعة أو خمس عناصر أفراد يعني هل هذا موقف من دولة داعمة لهذا الحراك ولهذه الثورة ولهذه المعارضة هل هذا موقف مقبول مقارنة مع مواقف حلفاء النظام الثابتة والواضحة منذ اليوم الأول أخي العزيز لنكون واضحين الدول ليست جمعيات خيرية الدول لها مصالح استراتيجية وحيوية تعبر في سوريا حتى إيران لا تدافع عن النظام السوري ولا تستخدم أدواتها مثل حالش في سوريا إكراما للنظام السوري إيران تدافع عن مصالحها ونفوزها ومشروعها في منطقة الشرق الأوسط والذي يمر حتما عبر سوريا فإذا جميع الدول من إيران إلى روسيا إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا حتى جميع الدول العربية جميعها لديها مصالح ولا تفكر بالعواطف وأن بموضوع المصالح فقط والمصالح وبلغة المصالح فقط لا غير وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية خطتها ليست حل الأزمة في سوريا إنما تقف تتفرج على المشهد السوري لتدير الأزمة وليس لحل الأزمة الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت صادقة والدول الغربية وحتى الدول العربية لو كانت صادقة في تدريب المعارضة السورية أو تسليح المعارضة السورية أنا واكد لك لكانت الأزمة السورية انتهت منذ سنوات طويلة لكن هناك إرادة لأن تكون سوريا ساحة صراع لحرب استنزاف لكل الأطراف لذلك تم منح الضوء الأخضر لحالش لدخول سوريا وكان مطلوبا منذ اجتياح حزب الله للقصير منذ اجتياح حزب الله واحتلاله العديد من القرى على الحدود مع سوريا كان مطلوبا دخول حزب الله حتى حلب وحتى دير الزور وأي منطقة يستطيع الدخول إليها في سوريا المطلوب استنزاف حزب الله وجميع الميليشيات التي يمكن أن تدخل إلى الأراضي السورية والأصوليين والإرهابيين والمتطرفين والجهاديين من جميع أسقاء العالم كل هؤلاء تم استقطابهم إلى سوريا من أجل حرب استنزاف طويلة الأمد تكون أيضا الدولة السورية ومقدرات الدولة السورية ضحيتها تتحول سوريا بعد أربع سنوات ونصف إلى دولة فاشلة وهذا ما حصل لتصبح إيران في المحاصلة هي الحاكم هي الحاكم الحقيقي السياسي والعسكري والأمني في سوريا بشار الأسد مجرد نمر من ورق بيد من إيران لا قيمة لبشار الأسد في سوريا من يدير الأمر العسكري القرار العسكري والسياسي والأمني في سوريا هي إيران لنكن واضحين وبالتالي إيران تدافع عن مصالحها ولا تدافع عن بشار الأسد الآن ما نعيشه الآن هو لحظة سقوط سوريا بشار الأسد الآن سنشهد هذا التغيير سيحاولون الدفاع عن بقاء نظام بشار الأسد أو بالأحرى ما تبقى من حكم بشار الأسد في دمشق وإن لم يتمكنوا فسيتم الانزواء نحو الساحل السوري والعمل على الخطابة من أجل إقامة دويلة على الساحل وأنا أستطيع أن أؤكد لك ومنذ الآن بأن الدويلة التي يريدون إقامتها على الساحل دولة غير قابلة للاستقرار وغير قابلة للحياة لأن جميع السوريين لن يسمحوا بتقسيم سوريا ويستخدمون كل قوتهم لمنع تقسيم سوريا وتهديد وحدتها الوطنية والترابية لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة بتدريب العسكريين المنشقين هناك أكثر من مئة ألف عسكري منشق عن جيش الأسل هؤلاء نواة جيش وطني هناك ستة آلاف ضابط منشق هناك خمس آلاف ضابط في سجن سيدنايا أسماع للأستاذ فيصل إلى وجهة نظره في هذا الموضوع أنه مسألة حتى الحديث الآن عن بقاء النظام لم يعد هناك لهذه العبارة من معنى عملي النظام يسيطر على مساحة قليلة من البلاد وهو يعيش على الدعم المقدم من إيران ومن حزب الله ومن روسيا ومن غيره كيف يمكن الحديث عن سيطرة النظام في مثل هذه الحالة أستاذ فيصل أولا لم يدعي أحد أن الدولة في سوريا الآن تبسط سلطتها على كل الأراضي السورية بطبيعة الحال لكن سوريا تقاتل مجميع من كل أنحاء العالم وفي كل منطقة من سوريا لهذه المجموعة فضلا عن تلك المجموعة الأخرى مشروعها الخاص وبالتالي نحن أمام مشهد متشزي لكل أنواع المعارضات التي أتت من الخارج وكل لديها مشروع متناقض مع الآخر ومتناحر مع الآخر إذن سوريا بهذا المعنى نعم تواجه حربا ضروس ولا أقول أبدا أنها مرتاحة لكن على الأقل سوريا هذه التي راهن البعض على تدميرها وعلى تحويلها إلى ما يشبه كتلة من ركام استطاعت أن تصمد قطائر الفنيق بكل ما لديها من قدرات لا ننسى أيضا أن المحور الذي دعم كل الحرب في سوريا هو محور ممتد يمتلك الكثير من الأسلحة يمتلك الكثير من العناصر يمتلك الكثير من الجغرافية الممتدة التي حاصرت سوريا من تركيا التي تمتد حدودها مع سوريا 800 كم أو أكثر إلى المنطقة العراقية التي سقطت بالكامل بيد المجموعات المتطرفة إلى الأردن الذي دخل علنا مع السعودية في إدارة الحرب من الناحية الجنوبية إذن نحن نتحدث عن أن سوريا لوحدها وما دمنا نستشهد بكلام الرئيس الأسد الذي قال أنه لم يتدخل للقتال معنا سوى عناصر حزب الله في لبنان وهم بأعداد قليلة لا كما ذهب ضيفك الكريم وجعل حزب الله وكأنه جيش الأحمر السوفيتي وصل إلى دير الزور ووصل إلى حلب ووصل إلى أقاسي سوريا حزب الله مهما كانت مشاركته فهي مشاركة نوعية ليست بقدر ما يمكن أن يتوهمه البعض إلى أن حزب الله لديه خبرة قتالية استطاع أن يحقق إنجازات معينة هذا من ناحية من ناحية أخرى بدل الحديث في أداب التوك شو السياسي أو في قواعد التوك شو السياسي لا نذهب إلى الإنشائيات وأن نطرح شعارات وأن هذه الدولة لم يعد الرئيس بشار الأسد يمتلك زمام الأمر وأن إيران هي الحاكم الفعلي هذا كلام أعتقد أنه كلام يتناقض مع المفهوم الواقعي لما يحدث في سوريا وأن الرئيس الأسد لا زال هو الذي يدير دفعة الأمور في سوريا ولا زالت الحكومة السورية تقوم بواجباتها على الأقل نحن هنا في لبنان ليس لدينا التقديمات التي تقدمها السوريا حتى في هذه اللحظة وفي هذا الوضع السيء كثيرا على كل المستويات إذن الحديث في الإنشائيات والشعارات لم يعد يجدي نفعا أنا أستطيع أن أقول أن كل العالم سقط واستطاع الرئيس بشار الأسد أن ينتصر لكن ليست بهذه الطريقة خلينا نعود إلى الرئيس بشار الأسد يحمل مشروعا هو مشروع الحفاظ على الدولة السورية على التراب الوطني السوري ولن يتنازل عن أي شبر من التراب السوري لحساب مجموعة دعني أسألك عن مسألة أخرى أستاذ فيصل للأسف فقدنا الاتصال مع ضيفنا من باريس الأستاذ فهد المصري بعتذر عن هذا الخلل دعني أسألك عن تصريح لافت لوزير الخارجية الأمريكي اليوم جون كيري أجرى عدد من المكالمات مع نظيره الروسي سيرجي لفروف على مدى العشرة أيام الماضية منذ أن تم الكشف عن هذا الدعم الروسي الجديد بهذا المستوى لسوريا يقول السيد كيري اليوم أنه خلال المحادثة الأخيرة مع السيد سيرجي لفروف اقترح الروس أن نجري محادثات عسكرية كي نبحث على وجه التحديد ما سيتم القيام به لنزع فتيل الصراع فيما يتعلق بأي أخطار محتملة قد تنشأ في سوريا يتحدث وإلى تفاهم كامل وواضح بخصوص الطريق الذي سنسلكه عندما يقترح الروس محادثات عسكرية هذا التعبير الذي استخدم محادثات عسكرية مع الولايات المتحدة بشأن سوريا ما مدلولات ذلك برأيك وعلى ماذا يتحدثون تحديدا يعني أولا كما وصفت في بعض أسئلتك استاذ مهند أنت قلت أن هناك ارتباكا أمريكيا واضحا وهذا الارتباك كان واضحا في خلال رفض أو في خلال وضع قوسين من الولايات المتحدة الأمريكية على المبادرة الروسية بشأن الحل في سوريا دائما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن لا يعني تلاقي روسيا في وسط الطريق عندما نعود إلى الوراء في شهر حزيران الماضي كان هناك مكالمة هاتفية ما بين الرئيس أوباما والرئيس بوتين وكان يعني سربت من هذه المكالمة أنباء تفيد بأن هناك تفاهما ما بين الروس والأمريكيين على حل للأزمة السورية على المستوى السياسي لكن هذا التفاهم لم يصل إلى حد الاتفاق ثم تطورت الأمور أولا ما الذي تغير في الموقف الروسي أنا لا أفهم يعني لماذا الآن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد من تصريحاتها وكأن روسيا كانت تستقدم الأسلحة من سريلانكا أو من منجلادش طيب ما كل الأسلحة في سوريا هي من إيران أو من روسيا وبالتالي على مدى أربع سنوات ونصف يعني من أين كانت تأتي الزخيرة للجيش العرب السوري أو للمقاتلين السوريين أليست من روسيا ما الذي تغير إذا كانوا يتحدثون عن أسلحة متطورة تذكر عندما أثير الكثير من الغبار على المستوى الإعلامي في موضوع منظومة صواريخ أسل 300 وقامت الدنيا ولم تقعد وقيل أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تضرب سوريا نتيجة هذه الصفقة ثم تراجعت إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائما التهويل لقطع الطريق أمام المسائل لا بس الروس أيضا أستاذ فيصل يحاولون التقليل من شأن هذه المساعدات الأخيرة الروس يقولوا هذه صفقة موجودة من زمان مع سوريا ونحن مستمرين فيها ولكن التقارير وصور الأقمار الاصطناعية تظهر أكثر من ذلك هناك منشآت جديدة يتم بنائها هناك أعداد مضاعفة عن أعداد الأفراد التي كانت موجودة أولا يلا تفضل معنا داي أستاذ فيصل الله سمع أولا إذا كانت روسيا نعم إذا كانت روسيا تقوم بمثل هذه الأمور فهي تقوم بهذا الأمر علنا وبشكل واضح ومع دولة ترتبط بها بمعاهدات واتفاقيات وتحالف استراتيجي فهي لا تدعم عصابات ولا تدعم داعش ولا تدعم جبهة النصرة ولا تدعم مرتزقة جاءوا عبر الحدود التركية كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تدعم موجودا غير شرعي يحاول الانقلاب على دولة شرعية وعلى سلطة شرعية على الأقل الموقف الروسي متحصن بشرعية على المستوى الدستوري وعلى المستوى القانوني أما الموقف الأمريكي والموقف الخليجي عموما لا يتحصن بأي شيء على المستوى الشرعي وعلى المستوى الدستوري طبعا كما تعلم جيدا أيضا الشرعية في سوريا مسألة عليها علامات استفهام استاذ فيصل للأسف وقتنا انتهى قلت قلت إذا كانت إذا كانت زريعة هؤلاء أن مثل هذه الأسلحة بس جملة أخيرة إذا كانت زريعة الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحاتها أن هذا النوع من الأسلحة أو استبرار الدعم الروسي يصاعد من الأمور في سوريا أعتقد أن الأمر مردود على الأمريكيين ومردود على بعض الدول الخليجية وتركية بأنه استمرار فتح الحدود للإرهابيين ودعمهم بالأسلحة هو الذي يزيد الأمور تعقيدا في سوريا وليس دعم الدولة في سوريا الذي يزيد الأمور تعقيدا شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل عبدالساتر الكاتب والباحث السياسي كان معنا من بيروت وشكرا لضيفنا كان معنا من باريس الأستاذ فهد المصري منسق مجموعة الإنقاذ الوطني